أمريكا لها القدرة في إطلاق صاروخ من مسافة 200-300 ميل وإدخاله في نافذة في عمارة في تونس وبالتالي لا تستطيع أن مشاهدت رتل طولة ثلاثة كيلو يعني الرماد يقولك 600 كيلو ماشين ما فيه ولا طيارة تكتشفها هذه نقطة وذكرتها في تقريد النقطة الثانية أنا كطيار أطير على أحداثيات والأحداثيات تعطيني النقطة مساحتها لا تزيد عن 15 قدم أي بمعنى 5 متر إذن قم بلتي لازم تلقط في هذه الدائرة اللي قطرها 15 قدم نجد أن التحالف الذي موجود الآن ضد القوات في داعش ترمي قوات عراقية هذه واحد وتسقط أسلحة وذخيرة وإمداد وتموين عن طريق الطائرات في مواقع يحتلها داعش وين الكفاءة اللي نتكلم عنها وين الأقمار الصناعية التي تقرأ مانشيت الصحيفة في رجل جالس في قهوة وحمامة طير يمه فيديو وليس صوت وصورة صوت وصورة ولكن بالمقابل الآن قالوا 500 مليون في اليوم تكلف عمليات التي تقوم فيها قوات التحالف في داعش في العراق فقط ما سمعنا عن خسائر لداعش بالعكس خلال فترة بسيطة دخلوا في داعش دخلوا في الأنبار وإحتلوا الرمادي الآن داعش للمعلومة فقط في سوريا والعراق يحتل منطقة خمس أضعاف مساحة الكويت صحيح أي بمعنى أكثر من 110 ألف كلمتر مربع شنو هالمقدرة هذه إلا إحنا والقوات أو الإعلام الغربي يقول أن داعش 20 ألف و 30 ألف 20 ألف و 30 ألف لهم هالمقدرة هذه ضد قوات الجيش العراقي وضد قوات الجيش السوري ويغاتلون على أراضي